نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخادرات بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدرات أمن البحيرة في ضبط أربعة أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخادرة وترويجها على أملائهم بنطاق مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم 300 تربة لمخادر الحشيش أطرفوا بحيازتها بقصد الاتجارة وقدرت القيمة المالية للمواد المخادرة المضبوطة بمليون وثمانمائة ألف جنيها كما نجحت الإدارة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخادر الهروين والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بعدد من المحافظات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومدرات أمن القليوبية تمكنت من ضبطهم في كمين أعد لهم بنطاق قسم شرطة العبور أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم ست ستوانات لمخادر الهروين وعشرة آلاف قرص كبتاجون مخادر وأكثر من مليون جنيها حصيلة النشاط الإجرامي وقدرت قيمة المضبوطات بمليونين وخمسمائة ألف جنيها